مصر أغنى بلد في الدنيا بالأدمغة لسه كنتم لكم من كم يوم عندنا فائد زكاء والله العظيم ده أنا أكاد أقولك إحنا عندنا فائد علوم عندنا فائد علماء رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن الفائزين في التحدي الخامس على منصة بنك الإبتكار لحل مشكلة عارفين ورد النيل؟ ورد النيل بتاع الأخضر شكله لجميل جداً ظريف جداً بس ده خطر خطورة فضيعة ده بيسحب كم مية من المسطحات المائية ويضيعها علينا غير طبيعي طب هو إحنا كنا يعني موجود عندنا زمان لما جي ورد النيل ما كانش موجود عندنا أصلاً لما جي ورد النيل ده كنا جايبينه بغرض التجميل والتزيين وما كناش عارفين أنه قدرته على الانتشار فضيعة للدرجات دي مزهل رهيب تحسوا كأنه تولد بكتيري ما بيرحمش ينتشر فتعاملت مسابقة إزاي نقدر نتخلص من ده كم حلول مبتكرة مزهلة مش بس كده مش نتخلص وخلص لا وإزاي تقدر تستفيد منه بقى يعني طب أنا بتخلص منه طب أستفيد منه إزاي الفائز بالمركز الأول دكتور أحمد علي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة فائزاً بالمركز الأول أظن كمان المركز التاني الدكتور واقل محمود خير الدين مدير حاضنة الجامعة اليابانية وأستاذ مشارك بكلية هندسة التصميم الإبداع مصر علماء والله العظيم علماء في أي مجال هتلاقي عقول مصرية طيب إحنا عندنا إيه كمان إحنا معنا الدكتور أحمد على التليفون طب كويس قوي دكتور أحمد علي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة والفائز بالمركز الأول أهلاً بيك يا فان أهلاً بحضرتك الحمد لله إزاي الصحة أنا الحمد لله والشكر له ما دومت حضرتك بخير وعقول مصري بخير أنا سعيد أنا شكر لحضرتك وشكر لحضرتك اهتمامك بالموضوع واللي طبعاً دلوها أهمية كبيرة جداً على المستوى القومي فده طبعاً بيعكس أهمية الموضوع واهتمام التلفزيون المصري به أمر يسعدنا جميعاً نعم 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 اهتمامنا بالمشكلة واهتمامنا بالعقول المصرية أكبر الحقيقة يعني فدكتور أحمد خليني أسأل حضرتك إيه الإبتكار اللي حضرتك عملته حتى نستطيع أن نتخلص من ورد النيل طبعاً نسمعت تقديمة حضرتك للموضوع وأنا طبعاً بشيت بالتقديمة اللي حضرتك قلتها طبعاً نبات ورد النيل من رجم من أن المظهر متاعه طبعاً يبدو أنه هو شكله جميل للمنظر للجميع ولكن له مشاكل بيئية كبيرة جداً هو طبعاً بالمناسبة هو داك المصر أساساً تاريخياً داك المصر تقريباً فعاد محمد علي كانبات فينا يعني ولكن طبعاً باتفك مع حضرتك أنه له مشاكل بيئية كبيرة جداً أهمها طبعاً استنزاف المية له طبعاً النبات دا بيستنزف كميات كبيرة جداً من المية والعلماء بيقولوا تقريباً أن نبات ورد النيل بيتم استنزاف ما يقارب 3 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية يعني تخيل حضرتك الحصة المائية المصر طبعاً تعتبر محدود أي 5.5 مليار متر مكعب يعني 6% بيروح بالتأكيد بالزبط كده فإحنا لما بنتكلم في المشكلة دي بنجد أنه هو طبعاً بيستنزف كميات كبيرة جداً من المية لو دخلنا في وتبنينا مصطلح اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الفيرش والوطر فإحنا ممكن نقول أن المية اللي بتهدر دي لو قدرنا أن احنا نحافظ عليها بمبدأ أن احنا نعيد استخدام المية دي في حاجات تانية احنا ممكن نستصلح بها كميات كبيرة جداً من الأراضي وممكن مثلاً على سبيل المثال بأن احنا نوفر الكمية دي ممكن نزرع حوالي مليون فدان من الأعمال فبالتالي المشكلة بتاعت الاستنزاف الكبير للمية باستكدام نبات ورد النيل نحنا نتخلص منه أو نقضي عليه ده هيكون حل مناسب جداً لأن احنا نتوسع فيه مشاريع استطلاح الأراضي طبعاً المشكلة مش بتقتصر بس على استعلاق المية فهو طبعاً بيعمل إعاقة كبيرة جداً للمجار المائية وبالتالي بيهدد أيضاً حركة الملاحة في نهر النيل بالإضافة طبعاً لأنه جعل من مشاكل كبيرة في عملية الرأي وفي عملية الحركة بتاعت المية فطبعاً احنا بندور على طبعاً أكاديمية البحث العلمي لما طرحت الموضوع طبعاً زي ما حدثك أكيد تقدر تاخد بالك أن الموضوع له زكاً بحثي كبير جداً يعني يقدر الناس كتير جداً من أقول مصرية شغالة في البحث العلمي ومن أقول علمية مختلفة تقدر أن هي تدور على إزاي أن نحن نجابه هذه المشكلة فطبعاً هي طرق كتيرة جداً للتخلص من نبات ورد النيل في طرق طبعاً التقليدية اللي هي الطرق العادية اللي كانت دايماً بتستخدم عن طريق استخدام ألات ميكانيكية زي الكركات بالضبط بس تقدر حضرتك تاخد بالك أن الكركات دي الاستهلاك بتاعها كبير جداً من الوقود أضف لذلك هي نفسها ما بتتخلصش من كمية كبيرة من المياه لأن طبعاً من ورد النيل لأن تقريباً ورد النيل كله على بعضه مياه تقريباً فأنت بالتالي بتخلص منه كأن أنا بتخلص من المياه فالتقنية دي بالإضافة إلى أن هي غير فعالة بالقدر الكافي كانت مستنزفة جداً للوقود أو للأمالة والوقود والتكاليف الكبيرة اللي بتتطلب عليها لو في طرق تانية كانت أيضاً يتم تبنيها زي الطرق الكيموية طبعاً لها أثار بيئية كبيرة جداً نحن لا يقدرش أن نجفل أثر المواد الكيموية على البيئة وعلى الطار الحيوي كله بصفة عامية حتى الطرق البيولوجية الطرق البيولوجية أيضاً المستقدمة لها أيضاً العديد من الأضرار من لأنه بس ومش بس العدو الحيوي ده بيصيب ورد النيل لا ده ممكن ينتقل إلى العديد من المحاصيل الأخرى اللي لها قيمة اقتصادية فإحنا بدأنا أن نفكر إزاي أن نحن نوصل بطريقة شبه مستدامة للموضوع أن نحن نحل المشكلة من جزرها حلو آه إزاي هي الفكرة أن نحن المصطلح اللي نقدر نقوله مش التخلص نحن كنا بنتبنى حاجة اسمها حصاد نبات ورد النيل فالفكرة في أن أنا بتبنى تقنية أو تكنولوجيا تعتمد على التخلص من المية اللي موجودة في نبات ورد النيل ده وتجميع المخلفات دي وبش بس أن أنا بقى أكوّمها لأنه طبعاً الطريقة برضو التقليدية كانت بتعتمد أنها بتكوّم كل المخلفات دي على جانب المجرى حتى عملية التحلل بتاعها وده طبعاً كان له أثر بيئة كبير جداً طبعاً آه كان له أثر بيئية فييئة جداً في زيادة الهزاة الاحتمال الحراري وأيضاً الروائح والمشاكل البيئية اللي كانت بترتب عليها فحنا كنا بنتخلص فضل جمعنا ورد النيل هنعمل إيه بقى؟ آه إيه الفكرة الثانية بقى من المقترح اللي احنا مقدمينه نحن عايدين نحاول أن نحن نعيد تكدام هذه المكلفات في إنتاج مواد لا تقييمة مضافة وطبعاً مش هيكون أهم من نحن ننتج وقود يعني كانت دي هي الفكرة اللي احنا بمقدمينها أن احنا إزاي المكلفات اللي احنا جمعناها دي نحولها إلى وقود حيوي له استخدامات كتيرة بالضبط بالإضافة إلى مادة كربونية شبيهة بالفحم بتسمى البيشار لها استخدامات أيضاً عديدة جداً سواء استخدامات في البيئة أو استخدامات في الزراعة عظيم جداً 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 أنا بشكرك جداً يا دكتور نورتنا وشرفتنا ألف ألف شكر الدكتور أحمد علي أبو العطى موسى الأستاذ بكلية الزراعة جمعة المنصورة الفائز بالمركز الأول